جي من رابطة الأندية هاتولي الجواب ده يا شباب لأنه هو ده الخطاب اللي وجهت به الجهة المختصة اللي هي رابطة الأندية وجهت إن النادي الأهلي ما تروحش بكرة لأن انت كذبان المباراة من صفر أهو بالزبط كده إلى النادي الأهلي لرياضة البدنية عناية السيد المدير التنفيذي تحية طيبة وبعد يصرنا أن نهدي السادة رئيس وعضاء مجلس الإدارة وسيادتكم أرق التحيات وأطيب الأمنيات آملين لكم التوفيق بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة الأهلي ضد الزمالك المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25-26-24 على أستاذ القاهرة يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقرراً إقامتها في الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري العام القسم الأولي الأول دوري نايل يوم الثلاثاء الموافق 25-26-24 على أستاذ القاهرة الساعة السابعة مساء وذلك نظراً لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة كلام حلو ولكن اللي بعد كده هو الأهم أهم حاجة في هذا الخطاب هو السطر القادم مع اعتبار فوز ناديكم بالمباراة بنتيجة 2-0 وقد فضلوا بقبول فائق الاحترام عقيد محمد فاين ومدير إداري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القادم ده كان مهم جداً علشان فيه جدل أو جدل كبير على السوشيال ميديا فيما يخص هذا الأمر أنا نادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم من بارح أنا ليس ليه علاقة بما يحدث والنهاردة ليس ليه علاقة بما حدث كل علاقتي بالجواب اللي جالي الجواب اللي جالي قال لي ما تروحش بكرة انت عندك أو بكرة انت كده المباراة لن تلعب وانت كسبان 2-0 شكراً أنا بقى هعمل ايه كنادي أهلي هشوف فرقتي هتريح ولا مش هتريح الحمد لله أخدنا يوم زيادة في الراحة ضغط المباريات قل شوية عندنا مباراة يوم الجمعة تخيل حضرتك ان انت لعبت جمعة آخر مبارياتك أمام الداخلية ثم النهاردة أو بكرة كنت هتلعب مباراة ثم كنت هتلعب يوم الجمعة مباراة بكرة بالضغط اللي حيبقى على الـ 11 ولا الـ 16 واحد اللي حيلعبه كان حيبقى كبير جداً وبالتالي انت ريحت وفي نفس الوقت خدت ثلاثة نقاط مهمة جداً 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 من نادي كبير جداً زي نادي الزمالك ثلاث نقاط مهمة جداً جداً قدرت تكسبهم وتفكر في ما هو قادم من 42 نقطة لا بقيت 45 نقطة من 19 مباراة وخلصت موتش الزمالك خلصتو شكراً لبعده زي ما قلت لحضراتكم هنفكر في مباراة يوم الجمعة اللي جاي مباراة مهمة جداً جداً جداً